لما لطلق رأيي هي رجعت كحالة صحية لكن ما رجعتش كحالة فنية بدنية والفواري دي ساعدة تبقى مطلوبة عشان اللي يهبط التاني يكون في جهزيته أنا أتمنى أن الروتشن يمشي بشكل واقعي وعلمي يستوعبه اللعيبة قبل المدير الفني طيب كويس قوي لأن الحتة دي مهمة قوي اللعيبة قبل المدير الفني طبعاً كسرت عدد الجاهزين زي ما بتريح المدرب زي ما بتخلي كل لعيب نفسه هو اللي يلعب فتبدو حالة تمتعاض شوية أولاً هي ظاهرة لأنه أعتقد اللي حصل بين محمد صلاح ويرجون كلوب قد ومضى كده أنه دايماً اللعيب عايز يشارك في أي حالة والمدرب عنده وجهة نظر ويمكن لو هستعرض لك ردات فعل عالمية كبيرة على اللي حصل بين صلاح ويرجون كلوب الصحف العالمية كلها اهتمت بالكلاش اللي حصل ويمكن حتى التليجراف البريطانية قالت لك صلاح الغاضب يشتبك مع كلوب والأوبزيرفر الإنجليزية قالت انتهت المنافسة وحان الرحيل والديلي ميل نفس الحكاية بتر اند اللي هي النهاية المريرة بين الاتنين والميرور أيضاً ركزت على قالت لك داتا شاجر واشتباك واكسبريس سبورت قالت انه كل شيء أوشك على النهاية وصان سبورت قالت لك الفلامينج هيل اللي هو الجحيم المشتعد لهذا الحد كانت الأزمة بنلاعب يرغب دايماً في التواجد ومدرب يفرض رأيه الموضوع ده مهم جداً لأنه عاي خليناه نناقش قضية مهمة جداً 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 وهي الحدود الحدود ما لهاش دعب النجومية الحدود ليها دعوة بالصح ليها دعوة بالعمل الجماعي ليها دعوة هو القرار عند مين ليها دعوة إمتى نعيش كلنا الحلم كفريق مش كأفراد ودايماً لما تبتدي الظاهرة دي تحصل بتفصل لك الدروب اللي حصل في الربع الأخير من الدوري وخروج ليفر بول من السباق المحلي والدولي يعني هو حتى ما بيكسبش لبرة ولا جوة بتفصل لك إن في حاجة جوة كانت في وسط الفريق مش صح ربما تكون دي دفعت يورجين كلوب يقول تصريح غير محترف بالمرة أراه زود الأزمة إن يقول لك ده الموسم الأخير ليا وهنا أناقش وإحنا بقى منحسن في شيء لماذا لا نحسن فكرة إنهاء العلاقة بشكل محترم ورائع يعني أنت على مسير الست سبع سنين مع فريق ليفر بول تحقق أحلام فاقت أحلام الجماهير صلاح جالك حقق ما لم يتوقعه أحد إطلاقا على مستوى العالم صلاح تفوق على نفسه تفوق على منافسيه كسر معظم الأرقام القيصية أصبح معشوق الجماهير تذكر لما جاله العرض إنه يروح ويسيب ليفر بول وأنا قلت لك رأيي حتى أيام ما كان بقولك هيروح غير مدريد قلت لك رأييي قال لا يترك ليفر بول لإنه فيه مناخ معين فيه كيميا معينة فيه علاقة معينة فيه إسلوب في التعامل بيخلي طالما أنا مرتاح في مكان ما غيروش خاصة لو كنت بحصل على القيم المالية العالية مش ضروري على حاجة بس أنا بحصل على قيم مالية يعني قياسية يعني لسان ساعات يقولك طب ربينا هديت كل بس فيه لمت لما تزيد عنه ما بقيتش فرقة الفلوس كل ما تزيد بقى بعدين ما بتبقاش فرقة أي يبقى الفرق إيه تلاقي راحتك تلاقي أحلامك تلاقي احترامك تلاقي الحب مع الوسط اللي أنت عايشه وهو كان عايش بالشعرة الدقيقة دي مع الجماهير الإنجليزية وكنا بنقول أنه نطجه مع اللايف كوتش بتاعه ودير أعماله عارفين يديروله المشهد أحيانا كنا بنزعل منه بس كنا بنعذره نقول إنه في المناخ اللي هو عايشه لازم نحترم ظروفه إلى أن فجأة من حوالي شهر ينهار كل شيء هذا الوداع يا أستاذ إبراهيم فيه خسائر فادحة لصلاح والإقلاب والمدرب خسائر فادحة فيه ترك ليفربول ولا لا 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 ترك ليفربول كان حتمي وفيه أنباء النهاردة بعض الظهر أنه صلاح حيجدد ليفربول إذا جدد يبقى كان ينبغي عليه أكتر أنه هو معاودنا أنه يتماسك عمره ما فقد أعصابه وحتى بعد وهو خارج له تصريح نسب إليه الله أعلم حقيقته أنا حوالي عديني لو كلمت حوالي عديني فيه إشارة أنه فيه أخطاء يستطيع أن يتحدث عنه لا 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 أنا مش معاه ولا معاي حد في أي فريق يلوح بهذه الأمور أنت لازم تحترم علاقتك بفريقك وتعمل حساب السنين اللي فاتت وتعمل حساب أن الرجل ده كان جزء من نجاحك هم جدا وإدالك الفرص وطورك وطور معاك حتى لو اختلفته بعد كده لأنه تعمل حساب أنه فيه جمهورة كانة أظن يا رب ما تكونش مؤثرة قوي على علاقته بالجماهير وقال إلا أنت هتجدد ليه وتعيش حالة من أنت تذكر أن الكابتن حسام غالي إيه أزمته ده كان لعيب الناس ما توقع له في الدور الإنجليزي أنه بقى لعيب مهم جدا وبطعم مهم جدا لأنه كان لعيب لعيب كورة فوتبولر أصدق مع مارتين يول ورمل فنيل لا ما أصدقمش هو رمل فنيل هو زعلان أنه تغير يعني إيه يعني إيه أنا زعلان أنه تغير ما الشغل مش بتاعي في الآخر أنا ماضي عقد معاك عشان أؤدي عمل بأخد رتيبي بأخد حقي حتى لو ما لعبتش أنت متعاخد معاك عشان أبقى فيه منظومة تساعدها فيه هدف ليس بالضرورة أنت يكون الترسي الكبير المؤثر مهما كان الحاج أنا حقول لك حاجة إبرامو فيتش عارف اللعب ده لو هو شخصيته مش سخنة وبتاع أزمات يصنف أنه أحسن لعب في العالم مهارة وقوة صحية مكتمل وإرادة وعناد وكان ناجح جداً في كل حد لكن كان عصبي كان ليمتلك زمام نفسه فما قدرش يعمر في مكان بتفرق جداً 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 ولذلك أنا نصيحتي لكل الناس لأ مش من حق حد أن يمتعد عشان تغير أو ما اشتركش أو يبين حتى لو مطعب افرد حنعتبر إن ده جزء بشري نزعل لكن إنك تكون حريص إن الناس يشوفك وإنت زعلان وغاضب بتظهر هذا الغضب فيما يشبه الاعتراض المباشر على قرارات أولاً أنت مش بس بتختلف مع مدربك ده أنت بتأثر على علاقتك بزميلك طم زميلك عدلك احتياطي طم زميلك اللي نزل ده عايز فرصة وكان قاعد ولا يقل عنك لا يقل وإنت بسم الله ما شاء الله عملت وعملت وعملت وصوف تكرم ليه ما بناخدش بالنا وإحنا في أمطارنا الأخيرة إن نراعي دي لأن لو دامت لغيرك ما وصلت لك أنت أيضاً خدت فرص على عساب الناس نجوم كبار مصنفين وهكذا الحياة يبقى الناصح اللي فكر في بكرة واللي فكر في أنه يسيب هذه الحمامية وهذه السيخ خصوصاً لما يكون مشواره كله ناصح على البيض يعني فيه ترابل ميكر أو فيه راجل معتاد على المشاكل إنتم الثانية منه وده بعد ما بيبطل ناس كتير ما بتفكرش فيه إنما الناس اللي دخلت قلوبنا كلها قلوب الجميل على مستوى العالم هي الناس اللي بتتمتع بهذا القدر من الدفء والإحترام للغير والزمالة والجماعية والإخلاص للهدف أنا إخلاصي مش مرتبط بشرط حبي للمكان أو لزميلي مش مرتبط بشرط زميلي بيفرحولي لما بجيب جون وأنا راجع علشان أنا بفرح لهم بنفس القدر الغضب ده بيبين إن فيه ساعات حاجة أنا بتكلم بشكل مطلق مقصود شي عشان مش عايزين نترجم على حالات لإن أنا متأكد فيما تعلق بالنادي الآل إن أول ناس متحاسم نفسها لعبة النادي الآل وأنا متأكد إن أكتر ناس اعتذرت وحست اللي عمل حاجة وكان شاف إن ما كانش إيه ليها لازمة أنا بتكلم حتى للناشئين أكتر يا أستاذ براين بتكلم واللعيب الدولي اللي حاسس إنه يستحق الانضماء أما بيسألوه بيقولهم والله أتمنى الخير أنا كنت نفسي ألعب منتخب مصر أتمنى الخير لزميلي هي دي العلاقة عشان يتمنون الخير أنا بتكلم في الكورة بممناسبة محمد صلاح أنت جبت نموذج هايل إن العيب بهذا الحجم مرة واحدة يغضب مرة واحدة بس حصلت في لقطة في نهاية مشوار مدربه فبقت منشطة وفي نهاية مشوار ناس فصارت إنه يمكن صلاح عزمش أنت بتقول حيجدد أنباء النهاردة إنه فيه اتجاه للتجديد إنما هو صلاح قدر على إصلاح أموره وعلاجها زيبا لعيب محترف ومعاه ناس بتدير صح وأنا أتمنى من كل اللعيبة على كل الأصعيدة إنها عشان تستمتع بكورة وتمتعنا معاه إن احنا يعني الكلام ده طبيعي وبيحصل وحيحصل ومش النهاردة ده النهاردة ومبارح وبكرة وبعد بكرة طبيعة كرة القدم كده ترجمة نانسي قنقر